امام ضعف رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية التابعة للنظام تقدم العديد من الموظفين باستقالاتهم خاصة من الفئة الاولى الذين يعملون من دون تقدير مادي ولا معنوي لجهودهم الامر الذي دفع النظام الى اصدار تعميمين على جميع وزاراته بدراسة طلبات الاستقالة بشكل جدي واشتراط الحصول على الموافقة الامنية لقبولها مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الراتب لا يكفي ليومين عبارة يرددها على الدوم الموظفون في المؤسسات الحكومية التابعة للنظام في سوريا امام الازمة المعيشية ما جعل العديد منهم يتقدمون باستقالتهم بحثا عن عمل حر لسد احتياجات عائلتهم الاساسية او للهجرة الازمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة السورية امام الدولار وارتفاع اسعار المحروقات بشكل مستمر وكذلك المواد الغذائية جعلت راتب الموظف لا يكفيه لتأمين طعام لعائلته لأكثر من اسبوع ودون مستقبل للشبان معظم الاستقالات يقدمها موظف الفئة الاولى الذين يعملون من دون تقديرا ماديا ولا معنويا لجهودهم ليخرج عضو مجلس الشعب في حكومة النظام عبد الرحمن الجعفري في ايار الماضي قائلا ان الحكومة تجبر الموظفين على العمل برواتب لا تكفيذ سداد كلفة مواصلاتهم للوصول الى العمل مصادر محلية قالت لتلفزيون سوريا ان النظام عمم على جميع وزاراته دراسة طلبات الاستقالة بشكل جدي وعدم منحها لمن يريد دون وجود اسباب صحية او ادارية ترتبط بالموظف ودون الحصول على موافقة امنية وزير التربية في حكومة النظام دارم طبع اصدر مؤخرا قرارا يقضي بإيقاف قبول الطلبات الاستقالة والاجازة الخاصة بلا اجر والنقل والندب لكثرة طلبات الاستقالة والاجازة الخاصة الموظفون في مناطق سيطرة النظام لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 140 الف ليرة سورية في وقت كشف فيه الخبير الاقتصادي عمار يوسف لاحدى المحطات المحلية في وقت سابق ان الاسرة المكونة من خمسة اشخاص تحتاج الى نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية شهريا من اجل الطعام والشراب فقط للوقوف عند هذا الموضوع ينضم الينا في الستوديو الصحفي علي تباب مرحبا بك علي يعني بالبداية طبيعي اليوم ان الشخص عندما يرى ان هذا الراتب لا يكفي ان يبحث عن عمل اخر ولكن الاستقالة الوصول الى حد الاستقالة ادما كان يعني هذا يعني العرف في سوريا ادما كان الراتب قليل ولكنه يعني مدخول لاخر الشهر مبلغ مضمون في نهاية هذا الشهر ما الذي يدفع الناس للوصول الى تقديم استقالة يعني اليوم اذا اردنا ان ندرس هذا المبلغ المضمون في نهاية الشهر ماذا يمكن ان يكفيه للمواطن السوري ربما لا يكاد يكفيه مصروف يومين او ثلاثة بحده الشخصي واذا اراد ان يتكلم عن عائلته فربما لا يكاد يكفيه يوم ولذلك اصبح هذا الراتب هو ليس مغنم بالنسبة للموظف ابدا ولكن علينا ان نعرف ان هناك الكثير من الموظفين لا يتركون وظائفهم ربما بسبب الطمع بانه او الانتظار بانه سوف تتحسن الامور سوف يكون هناك تغيير ربما سوف نتجهي الى استقرار وكانوا على هذا الامل يعيشون خلال كل الاعوام الماضية اضافة الى ان من يترك عمله دون قبول استقالته لا يمكن للموظف ان يترك عمله ليس كل الناس يمكن اذا اراد ان يترك عمله الوظيفي يمكنه ان يترك عمله الوظيفي من يترك عمله الوظيفي دون قبول استقالته بشكل رسمي سوف يتعرض لعقوبة السجن من ثلاث الى خمس سنوات اضافة الى تقديم غرامة مالية عن رواتب عام كامل من رواتبه وبالتالي هو حتى خيار ترك العمل هو ليس خيار متاح أمام الموظف ربما لو كان متاح لكنا وجدنا بالطوابير الناس تخرج منه وهذا ما كنت أريد أن أسألك لماذا النظام لا يستغل مثل هذا الموضوع أو هذه الأزمة أن الناس هي تستقيل من تلقاء ذاتهم ليتخلص من عب الأجول في الحقيقة ربما يمكن أن نرى الأمر من زاوية أخرى النظام الآن عنده عمال بدون راتب حقيقي راتب الموظف الآن إذا أردنا أن نتحدث عن 100 إلى 140 ألف ليرة سورية يعني نحن نحكي على راتب الموظف تقريبا خلال الشهر كلياته 20 دولار أو أقل من 20 دولار هذه العشرين دولار ماذا يمكن أن تؤمن للموظف وماذا تشكل عبء على الحكومة نحن نتكلم عن مليون و 200 ألف مواطن أو موظف في الدوائر الرسمية عند نظام الأسد إذا أردنا أن نضربها بعشرين دولار وسطيا فنحن تقريبا نحكي عن 20 مليون دولار بالنسبة لدولة سنويا هذا ليس بالأرقام الكبيرة بالنسبة لدولة رغم العجز بالموازنة أنه هي الرواتب يجزئ من الموازنة أعتقد أن العجز سببه ليس هو موضوع الرواتب ولكن هناك مثالب أخرى للعجز الذي يمكن أن يحدث في ميزانية الدولة كالمشاريع التي تقام كالطرق التي تعبد كل مشروع من هذه المشاريع يمكن أن يكلف رواتب 100 ألف موظف على مدار ربما شهر يدفع لمتعاحد هنا أو هناك يأخذه هو وصاحب الوزارة الذي كان سببا بإرساء المناقصة عليه يعني نحن يجب أن ندرس الأمر أيضا من ناحية الفساد الآن لنتكلم أيضا ما الذي يدفع الموظف للبقاء في وظيفته في ظل تدني هذه الرواتب أيضا هناك نوعين من الموظفين في سوريا نوع مستفيد حقيقة من الوظيفة وهؤلاء متنفعين مما يجري في في البلاد وهم يستغلون حالة الفساد ويحققون مدخول يومي ربما يضاهي المئة ألف أو ما يتقاضاه الموظف بالشهر كاملا وذلك من خلال تيسير معاملات حلوان موظف الطابة ربما لا يمرر أي معاملة إلا من خلال رشوة تدفع له حتى عمير فضو هناك رفض لتسميتها رشوة يعني اليوم بعض الناس عملوا مقابلة مع موقعات الفيزيون السورية يقولون أنها هي مثل ما ذكرت هي حلوان هي إكرامية هي حق أصبحت اليوم حق مكتسب يعني الجوع الكثير وانتشار الأمر أدى لأن يصبح الناس هناك يعني تفسيرات أخرى ربما ليبرر لنفسه وهو يتقاضى الرشوة فيقول بأنه أنا كما يرفع الدكتور علي أسعاره كما يرفع التاجر علي الأسعار فأنا أيضا أخذ منه مبالغ من أجل تيسير معاملاته في دوائر الدولة فهو يبرر لنفسه هذا الأمر إذ أنه مضطر ربما لفعل هذا الأمر وبالتالي يحاول أن يجد لنفسه مبررات وأيضا هناك آخرين ربما يرون بأنه هذا الأمر أصبح شائعا ومنتشرا بين كل أو يعني جزء كبير من الموضطين حلال فأصبحوا يقولون أن هذا حلال وهذا الأمر وهيك البلد ماشي والدولة بتعرف أنه أنا أصلا عم برتشي وبالتالي هو يبرر لنفسه بأنه هذا هو السيستيم يعني السيستيم أنه أنا أصبحت مقاول عندما جلست على كرسيه هذا في الوزارة أو في الوظيفة من أجل تسيير الأمور العامة أصبح هذا الكرسي هو ملك خاص لي وانا استثمارته استثمارا لا أستطيع أن أتقاض أجر إلا من خلال المبانج البرانية التي تأتي ولكن إلى أي حد نسبة الرشوة أو الإكرامية أو كما يريدون أن يسمى البراني هذا ما تم تسميته بها يعني إلى أي حد هي تسد اليوم فجوة أو فراغ بالنسبة للأهل كل الموظفين يستطيعون أن يتعاملوا بالرشوة يعني كما ذكرت هناك شريحة شريحة معينة هي المقاولين أو يعني بالتأكيد ليس كل الموظفين ليس كل الموظفين يستطيعون أن يتعاملوا بالرشوة لأنه ليست كل الوظائف على احتكاق مباشر مع المواطن وبالتالي ليست كل الموظفين على احتكاق مع المواطن فلا يمكن لهؤلاء الذين يعملون في الأرشيف يعملون في أماكن مختوية في الوزارة أن يتقاضوا أو أن يأخذوا مثلا الذي يعمل في التنظيفات الذي يعمل في مكان آخر لا يمكن أن يأخذ رشوة لأنه لا يوجد له توقيع لا يوجد له ختم يعني ما له أي تأثير على المعاملة التي تجري ولكن من له تأثير على المعاملات التي تجري لربما يكون هذا الباب باب غنى له بل هناك محاولات لتقاسم الوارد الذي يأتي من هذا المال ما بين هذا الموظف والمدراء المسؤولين عنه هناك بعض الشرطة في المرور أو بعض النقاط في البلد يدفع لها فروق هذا الشرطة موجود الآن في ساحة الأمويين أو موجود في ساحة العباسيين هذا قد أخذ مركز استراتيجي يمكن أن يحقق منه دخل أو وفر كابر وفر كبير وبالتالي هو يدفع فروق لهذا المكان ويصبح هذا المكان له يعني يدفع أبدا حتى يكون هو فرز لهذا المكان لأنه يحقق مدخوله أكثر من راته وهذا المدخول بالتأكيد يتقاسمه مع المسؤول عنه أو مع نائب الوزير أو رئيس المديرية وهكذا من الوظائف يعني أعتقد أن هذا الأمر أصبح منتشرا وواضحا ومفضوح وحتى الهلام السوري كان في أيام قبل الثورة السورية وقبل ما جرى في البلاد كان هذا الأمر موجود في البلاد فكيف بناء الآن بلا رقابة طيب ماذا عن القطاع يعني دائما في سوريا قبل الثورة كثير من الناس تلجأ إلى القطاعات الخاصة تقول أن القطاع الخاص فيه حفظ للكرامة فيه رواتب أعلى هل اليوم وضع القطاع الخاص كما السابق أم أن هناك نفس المشاكل يعني؟ بالتأكيد وضع القطاع الخاص هو أفضل بكثير من وضع القطاع العام لا سيما الآن بدأت تشهد بعض الأعمال أونلاين يعني الآن العمل أونلاين مجالات متوسعة ووسع المجالات وبالتالي أصبحنا نجد الكثير من الناس ربما يعملون مع شركات خارجية أو مؤسسات خارجية أونلاين وبالتالي يحققون مدخول هناك الكثير من المدرسين يحاولون أن يشيدوا دورات للتعليم على الأونلاين والمغتربين يسجلون أبنائهم مع هؤلاء المدرسين من أجل أن يتعلموا المنهاج ويبقوا على تواصل مع ثقافتهم وبالتالي هذا ربما يشكل مدخول ولكن الدولة حتى هذا الأمر لا ترحم في الموظف إذ أنها تتقاضى من الحوالي التي تأتي لهذا الشخص الذي اجتهد فجاء براتبه من الخارج فبتأخذ هي من الحوالي السبتة وبتأخذ حصتها فهذا الأمر موجود أيضا القطاع الخاص في الداخل الأسعار نحن لا يمكن أن نتحدث عن أسعار منخفضة في دمشق أو في الأسواق الأسعار هناك كلها مرتفعة إذا أردنا أن نقارن الأسعار بالدولار تكاد مصاريف المعيشة التي ترينها في دمشق تقارب المصاريف المعيشية التي ترينها في أسطنبول أو في المدن التركية الأخرى ولكن دخل المواطن هناك هو دون دخل أي مواطن في العالم هذا ما يشكل الصعوب سؤال أخير قبل الختام ذكرت التقارير أن اليوم أعلى راتب لا يتجاوز المئة ألف ليرة سورية كم تكفي الموظف في السورة؟ يعني صباحية يعني لا يمكن أن يكون هذا الراتب لا يكاد يكفيه مصاريف العمل يعني أنا بدي روح كل يوم بالمواصلات على عملي وأرجع من عملي لبيتي فأنا رحض تقريبا هذا الراتب إذا أردت فقط أن أخذ ربطة خبس كل يوم على البيت لا يكاد يكفيه الراتب وبالتالي يعني ماذا يمكن هذا الموظف أن يفعل؟ هذا دليل على أن هذه الحكومة دولة نظام الأسد هي هشة مهترئة لا تملك أي مقومات للبقاء وهذا يؤثر على كل السوريين ولا حل ولا مخرج إلا من خلال حل سياسي يطيح بهذه الطغمة الحاكمة ونبني سوريا جديدة ربما تؤمن شيء شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات كنت معنا في ستوديو الصحفي علي التباب من الرواتب التي لا تكفي أجور المواصلات فقط إلى موجة الحر التي تضرب سوريا والمنطقة وآثارها المضاعفة على مهجري الشمال السوري ترجمة نانسي قنقر